ومشاهدين بنتواصل معكم نستكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم والحديث عن نقابة المقاولين الأردنيين لكن إحنا رح ناخد الفقرة هاي كفقرة توعوية من حيث آلية اختيار المقاول من قبل المواطن كيف لما بدنا نقرر البناء نختار المقاول الصح وأيضا ما هي الحقوق اللي مترتبة على هذه الاختيار فيما إذا تم هناك أي خلل في العلاقة ما بين المقاول وما بين صاحب البناء على كل نهاية القضايا التوعوية رح نحكي فيها لكن رح نصلط على إحدى ورشات العمل رح تقيمها النقابة نحكي عنها بشكل صغير يعني في الوقت قليل جدا وبعد هيك إن شاء الله ندخل في القضايا التوعوية فاسمحونا نرحب بضيف برنامج يوم جديد الأستاذ معروف الغنانيم وهو أمين سر نقابة المقاولين أهلا وسهلا فيك صباح الخير كيفك أستاذ معروف صباح الخير يعني بالبداية موضوع قانون البناء الوطني اللي أقيمت بصدد ورشة العمل التخدرية نحكي شوي عن هذه الورشة وشو موضوع قانون البناء الوطني اللي أقيمت على بناء على موضوع ورشة تخدرية قانون البناء الوطني هو قانون قائم ويتجاوب مع المادة الثامنية في المادة الثامنية من قانون نقابة المقاولين أيضا هناك فيه نحن شركاء نقابة المهنسين نقابة المقاولين وزارة الأشغال عامة ممثلة بقانون البناء الوطني قانون البناء الوطني هو جزء من وزارة الأشغال العامة من القوانين الناظمة أيضا نتعامل مع الوزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى هناك فيه بعض المشاكل التي تواجهها المقاولين أو المستثمرين أو المهندسين على أرض الواقع قامت نقابة المقاولين بعمل ورشة تحذيرية حتى تزيل هذه التضارب في العلاقات وفي المصالح أيضا هي ورشة تنظيمية أرسلها لدولة رئيس الوزراء بأن هناك مشاكل كثيرة تعارض العمل الموجود حاليا دولة الرئيس تفضل وخلال 48 ساعة للأمانة الحديث وقام بالموافقة من اللجة التحذيرية مكونة من نقابة المهندسين وزارة الأشغال العامة وممثلة بقاءة بدائرة قانون البناء الوطني وأيضا نقابة المهندسين وزارة البلديات سلطة تقليم البترة سلطة تقليم العقبة مديرة الأمن العام هذه كل الجهات هي تقريبا هي اللي لها علاقة بهذا الموضوع عملوا أوراق عمل للجميع هنا الأوراق العمل قبل كم يوم لمحاولة لإيجاد صيقة يعني التارغت أن هناك إيجاد العمل بالنظام إيجاد نظام عمل للقطاع الخاص هناك نظام عمل بالنظام للأشغال الحكومية أيضا ما فيه هناك نظام للعمل بالقطاع الخاص يعني الهدف الرئيسي هذا الهدف عندما يكون هذا النظام صادر على المجلس الوزراء وموشح بأرادة ملكية سامية فهو عمل تنظيمي لهذا العمل من هنا جاءت هذه الورشة لتعمل لعمل التنظيمات الكاملة والإعداد لمسودة مشروع النظام طب التوصيات يعني قبل ما ننتهي من الورشة توصيات اللي خرجتوا فيها بهذه الورشة اللي رح تطلع لهم عملوا يعني حاليا كل مجموعة عملت برزنتيشن هل فيه لجنة عليا اللي عملت توصيات للجهة طيب المشاكل اللي بدكم تطلعوا بتوصيات لإلها لحلها إيش أهم المشاكل من ضمن المشاكل التي تواجهها المواطنين عندما يتقدم لبناء منزل يذهب إلى مكتب المهندسي يعملوا مخططات هندسية وفقا لقانون نقابة المهندسين وإذن يجب أن يكون لديهم مقاول مصنف وفقا لقانون نقابة المقاولين في هذا بداية هناك المادة الثمانية بقانون نقابة المقاولين المادة الثمانية بالقانون لا تجيز ممارسة مهنة المقاولات إلا للمقاولة المرخص المصنف في وزارة الأشغال العامة وفقا لإحكام القانون هذا المادة في قانون نقابة المقاولين صادر عام 1987 ما كانت هذه المادة مفعلة جاءت عمارة في منطقة بياد الواد السير المعروفة التي صار فيها هناك فمن هنا جرى تفعيل المادة خلال تفعيل هذه المادة هناك بعض الأخفاقات وهناك بعض الأخطاء جاءت هذه الورشة لإصلاح هذه الأخطاء حتى لا تتكرر هذه من ضمن هذا الأخطاء أنه يقوم بالعمل الناس من عمال الوافدة من جهات غير مؤهلة وهذه لا يتخولهم العمل فيها الغاية من هذه الورشة أن يقوم المقاول بالتعاقد مع مقاول مستنف وفقاً لأحكام القانون ويكون هذا المقاول هو الذي يعمل ضمن كادر حتى يتحمل مسؤولياتها القانونية ومنها المسؤولية الأشرية التي سنحكي فيها لاحقاً أستاذ معروف كمان بهمنا كنقابة للمقاولين دائماً نربط أن هذه النقابة هي التي تنظم عمل وتضمن حقوق المقاولين والمستثمرين لكن هل المواطن أيضاً أخذتوا في عيني الاعتبار في ضمن أنظمة هذه النقابة وقوانينها الداخلية بحيث أنه كمان المواطن في إلوح حقوق لازم أنه يضمنها نعم إحنا لما نقول يجب أن يتعامل المواطن مع مقاول لضمان حقوقه الآن في القانون المديني بيسبوها الكفالة العشرية الكفالة العشرية يكون المقاول مسؤول إنشائياً عن هذا المبلغ لمدة عشر سنوات نعم عشر سنوات بالقانون المديني بينما إذا كان شخص صغير ليس مقاولاً لا يتحمل هذه المسؤولية نعم لا يتحمل هذه المسؤولية بالتالي نحن نطبع المقاول الأردني وهو نداء الصحيح نداء بأن يكون يتعامل المواطن مع مقاول مصنف حتى يتحمل هذه المسؤولية المقاول مسؤول كفالة إنشاء يعني عن سلامة المنشأ عشر عشر سنوات هل في حالة أنه إذا شخص عادي قاب بالعمل هذا فهو يسافر يروح ويجي بيت حبل هذه المسؤولية بينما هذا مقاول مصنف في وزارة الأشغال العامة بوجب قوانين وأنظمة صادرة صادرة عن مجلس الوزراء وأيضاً هو مسجل بوجب أحكام نقابة المقاولين فهو شخص مسؤول ضمن القانون هذا النصيح الذي نحكيه لأهلنا المواطنين الكرام عندما يتعاقل مع مقاول يتحمل مسؤولية عندما يتحاول مع شخص غير مقاول أو عندما يقوم مقاول صوري يشتغل فيها سواء كان وافد أو غير وافد فلا يتحمل هذه المسؤولية بينما المقاول الحقيقي هو يتحمل هذه المسؤولية وفقاً لإحكام القانون طب أنا بدي إرشادات للمواطنين كمان إحنا بهمنا يعني كفقرة توعوية الآن الناس أحياناً في ناس بسيطة خلص يعني زي ما ناس بيدلها على دكتور معين وعند الدكتور الفلاني شاطر نفس الشي بيختار أحياناً المقاول نعم بالنية صح بدنا ناخد الآن شوية نخرج من حيز كمقاول نجل للمواطن بأنه أي مواطن الآن بيفكر في إقامة مشروع أو بناء لبيت بيت منزلي عادي بسيط أو ملحق أي شيء أي شيء كيف يختار المقاول يعني كيف يلجأ كيف يتأكد من سلامة هذا المكتب من أنه هذا المكتب مرخص مسجل هذا المقاول أيضاً مسجل يعني شو فيه بعض من النصائح الإرشادية أنا بدي أضيف يعني هل المقاول لما يسجل كمقاول له معايير معينة يعني كيف بيصير مقاول مسجل هل هناك شروط عدد سنوات محددة مثلاً لازم أنه يعمل فيها بالمقاولات يعني شو صفات المقاول حتى يقدر أنه يسجل فيه كمقاول مسجل أولاً المقاول المسجل يجب أن يكون مهندساً أو شريكاً البداية يعني أنا أعرف كثير مقاولين بمارس المقاولات وهم ليس مهندسين لا لا هل قد يكون شريكاً في شركة هل التعليمات الحديثة يجب أن يكون إما صاحب شركة مهندساً أو شريكاً في شركة مقاولات هذه من بداية نحن في نقابة المقاولين بداية نعمل حملة توعوية للمقاولين أجدادنا لأننا فحص الجاهزية في محاور مهمة جداً يجب أن يتخطاها ويجتازى هذا المهندس أول مقاولة شخصة هناك أيضاً شروط قوية كثير في وزارة أشغال العامة من يصنف هي وزارة أشغال العامة وزارة أشغال العامة تصل في ضمن لجنة لجنة مكونة من خيرة أبناء الوطن بقرار من مجلس الوزراء يعني ممثلة لكافة الوزارات والدوائر المعنية والجهات ذات العلاقة من نقابة مهنسين نقابة مقاولين للجهات للسلطة المياه وزارة المياه والري وكثير من الجهات ذات العلاقة أيضاً وضعت شروط قوية بأن يكون لديه الخبرات الكافية يجب أن يثبت هذا بشكل علمي حتى لو أنه مهندس يعني هلما يقول المهندس يجب أن يمرس سنتين حتى يصبح مقاول درجة السادسة وإذا كان مقاول درجة الخامسة يجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات إذا خلال سبع سنوات هو تمرس من خلال المقاولات ومن خلال الشركة وبالتالي أصبح مؤهل بأن يعمل بالدرجة الخامسة هلما من السبعة فما فوق هو درجة رابعة لا يعطى أعلى من الدرجة الرابعة إثناء مبارس لهذا المهندس يستطيع الترفيه أولا بأول ثالثة ثانية أولى بهذه الجزئية وهذه كلية تضمن تعليمات صادع المجلس بزراء سواء كانت الملاء المالية الخبرات المتراكمة المعدات والأهليات وما إلى ذلك طب بالنسبة لأ سؤال كيف نختار المقاولة خاصة إذا ما بدهم يبنوا بناء كبير يعني هلأ مش عمارة مثلا أكيد عمارة أنا أخذ منزل من منزل أو ملحق لمنزل كيف أولا عدد المقاولين بأردن حوالي 2400 مقاول كبير العدد العدد يعني النسبي هلأ فيه ليس كبير أنا أقولك ليس كبير هلأ فيه مقاولين يعني بحجم عملهم صغير يعملوا لهذه الجزئية التي تفضلتوا فيها هلأ فيه مقاولين درجة أولى بشتغلوا بأرقام عالية يعني المنشآت الشوارع الهايوي والأمور والمولات والفنادق والتطوير الحاصل في كل الأماكن في العبدالي وغير العبدالي هلأ مقاولين أردنين يشتغلوا فيه بس مقاولين درجاتهم عليا هلأ مقاولين الضغار فيه مقاولين ليش كثير لأنه فيه وصلات منزلية المقاولين مش كلهم بس يبنوا مقاولين مقاول إنارة على أي مكان فيه هيفو السيفة سيتعمان كل يعتم مقاولين أردنين بنوهم من ألف إلى إياها فهلأ على المواطنين يجب أن يكون لديه حسن الاختيار للمقاول نعم يعني نحن لا نقوله إذا لم تجد مقاولا فنحن نقابة المقاولين ممكن تساعد نعم فاتحينها نعطي قائمة بأسماء المقاولين بأسماء المكاتب والمقاولين بشركات المقاولين وأيضا يستطيع أن يدخل على جي سي سي اي نقابة الموقع الموقع الإلكتروني نقابة المقاولين ويختار أي مقاول بده إياه نعم متوفر على هذا على الموقع أسماء المقاولين والدراجات لتسريفهم وعناوينهم وأرقامهم وهواتفهم يعني القضية بدها شوية وعي من المواطن قبل ما يتوجه لاختيار المقاول أو المكتب نفسه بس ثانية بموضوع الشكوى يعني هل المواطن إذا تضرر من قبل المقاول بموضوع بناء صار في تشقق صار في عزل مثلا مش مزبوط التفاصيل الممكن إليها دخل بالبناء من مين بقدر يتقدم بالشكوى على المقاول اللي قام لأنه نحن نحكيش على الأشخاص اللي ببنوا أراسهم لا إحنا هذول يعني ما رح يقدروا أصلا يقدموا يعني يطالبوا بحقوقهم لكن إذا فيه عند شخص فعلا كان عنده مقاول لمن بيقدر يتقدم بهاي الشكوى نحن عندنا في النظام الداخلي يوجد عقوبات على المقاول الذي يخالف بيجوا بيكشفوا بيشوفوا الخلل والتفاصيل نعم أيضا عندنا لجلس بلجلة الشكاوي لجلس الشكوى في حال تعرض أي مواطن بأي خلل من قبل أي مقاول يستطيع أن يتقدم إلى نقابة المقاولين زي أي نقابة وهناك لجلة فنية متخصصة وأيضا وضع القانون عقوبات على المقاول الذي يخالف القانون والذي يخالف النظام الداخلي أيضا شكرا لحضرتك الأستاذ معروف الغنانيم وحضرتك عضو مجلس وأيضا أمين سير نقابة المقاولين أهلا وسهلا فيك ويعتك العافية شكرا لك زيما شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك